الناس اللي بتمارس الانتقام والعنف والقتل والشر عم بتواجه الانتقام والشر والعنف وبالسيف وهذا يعني بزيد وعم بزيد أكتر أكتر لكن لما منمارس المسامحة أكيد يعني احنا منعكس طبيعة المسيح وهذا اللي عاوز أسألك إياته اليوم في كتير مسيحيين لكن مش عم بيعكسوا هاي الصورة اللي هي احنا منسميها طبيعة المسيح صفات المسيح شهادة المسيح شخص المسيح في حياتهم إيش عاوزت تحكي لهم الحقيقة أنا يعني نفسي أقول لإخواتي دول أنه العالم يحتاج أن يرى المسيح فينا هو لن يراه في أي حد تاني غير في حياتنا لما يشوف هذه الحياة تتمثل وتتشبه بشخص المسيح عشان كده هو نحن نحتاج أن نعكس صورة المسيح للناس ودعته ومحبته ولطفه والأمثلة كثيرة جدا والقصص كثيرة جدا عن أناس مجرد شافوا حياة ناس عايشين زي المسيح بس كل اللي عاملينه لا بيتكلموا ولا عندهم إمكانيات عظيمة ولا مواهب فخمة لكن بيقدروا أنهم يعيشوا الحياة بتاعت المسيح في ودعته في لطفه في سلامه في ثمر الروح المحبة فرح سلام إلى آخر هذه الكلمات الرأعة لما بيشوفوا هذه الحياة دا اللي الإنسان بيعطش ليه وعايز يعيش لي وبالتالي الناس سترجع للمسيح من خلال أنهم يشوفوا سيرتنا الحسن ترجمة نانسي قنقر